ومعنا من الرباط رشيد راخة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي مرحبا بك معنا في نشهة العاشرة بداية السيدة أمينة بوعياش حددت عدة معايير للمعتقل السياسي هل توفقونها على هذه المعايير؟ لا باتة السلام عليكم أزول فلاون تمازيق استغربنا كثيرا من السيدة أمينة بوعياش من تصريحاتها بأن في المغرب ليس هناك معتقلين السياسيين وبالآخص المعتقلين السياسيين لمنطقة الريف الذين خرجوا في مظاهرة سلمية ليطالبوا مطالب مشروعة اقتصادية اجتماعية وثقافية وهذا يؤسفونها بأن أمينة بوعياش اللي عندها نظال كبير في مجال دفاع عن الحقوق الإنسان وهي بصفتها في المقل الأخير الذي كتبتها بالفرنسية وتعطي أمثال لشرح وتعطي المعرفات المعتقل السياسي وتتنقض باتة بما تكتبه كمثل تقول بأن الاتحاد الأوروبي ويعتمد بأن المعتقل السياسي الذي يعتقل على مظاهرة ولا على أفكار وهنا يطبق باتة على المعتقلين السياسيين لحراك الشعبي للريف لو لم يطبق عليهم هذه الصفة لو كانت البرلمان الأوروبي لن تهدأ الجائزة سكاروف لنصر زفزافي الذي اخترته ثانيا في هذه الجائزة وحتى بعض البرلمانيين الأوروبيين دفعوا لجائزة أخرى لحقوق الإنسان لنصر الزفزافي هذا الجدل الدائر في البلاد حول كون أنهم معتقلين سياسيين أو لا هل سيؤثر في مجرى الأحداث خصوصا أن هناك انطباع في المغرب أنا قرارات العفو تتخذ من مكان آخر تماما ما الجدوى إذن؟ ما الجدوى؟ في الحقيقة الأخوان في السجن في السجون المغرب لأمينة بوعياش كانت وعدت بأن يكونوا في السجن واحد في السجن بمدينة الناظر مع الأسف إلى يومنا هذا لم توفق بوعودها ليس هناك أي دليل لكي يكونون في هذه السجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو برسو خرج بتقرير يعترف بالتعذيب السجنة الحراك الشعبي للريف كما قلت خرجوا لمطالب مشروعة اجتماعية ودائما في مظاهرات سلمية وقع العنف في الوقت الذي تدخلت فيه القوات الأمنية ضد هذه المظاهرات والإشكال في المغرب وهذه الأحكام التي هم مع الأسف ضحاية هي أحكام سياسية بالدرجة الأولى طيب لماذا كل هذه الحساسية حول موضوع معتقل حراك الريف ما هي المخاوف السلطة منهم المخاوف السلطة هو بأن في أمينة أبو عياش عندها قضية المعتقل السياسي ترجع إلى نظراتها القديمة كاشتراكيين في المغرب ولكن لا يدخل في زوهرها المعتقلين للشعوب الأصلية في المغرب الهيئة الوطنية للحقوق الإنسان لم تأخذ بالجدية مثلا في القضية المعتقلين السياسيين طلب الأمازيغ الذين سجنوا عشر سنوات على أحداث لم يتكبوها وهي في الجلسة الأخيرة في الأمم المتحدة في الشهر الأخير أمينة أبو عياش كانت حاضرة في الأمم المتحدة في جنب والأمم المتحدة تعترف بأن الدولة المغربية تمارس سياسة التمييز العنصري ضد الأمازيغ والأغلبية السكينة المنطقة الريف الذين خرجوا لهذه المطالق أمازيغ والحكومة المغربية اتهمتهم أهمتهم بالجمهوريين وصلت الفكرة أشكرك أشكرك رشيد راخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي كنت معنا مباشرة من الرباط في ملف الهجرة غير شرعية أعلن خفر السواحل الليبي انتشال جثة